السلام عليكم عديل المزوق اولا قبل كل شي شكرا جزيلا على قناة عزو الله بلوس على الاستضافة ديالها ومواكبة ديالها ديال ملف ديال الوليدة ديالي ملف معروف اعلامي بملف المرأة الحديدية اليوم يوم ثلاثين عشرة الفين واثين واثين وعشرين اه اعطي تصريحة في اطار تصريحات السابقة تتم بمستجدد جديدة متعلقة بتجاوزات والانتهاكات لعرف الملف الوليدة ديالي لمستوى النيابة العامة وشوية ديال الضبط القضائية استعرفوا بان الشيكية باش تشدد الوليدة ديالي الرقم ديالها هو اه اه اتناشر الف وسبع مية وثمنتاش على واحد وثلاثين سفر واحد على الفين وتسعتاش تجلات بتاريخ تلتاش ستة الفين وتسعتاش لمحكمة الزجرية ديال الطالب البيضاء وللنيابة العامة بالطالب البيضاء تحديدا من طرف المحامي طبيح اه اه نهار تلتاش نهار واحد وعشرين تصنطول اول مصرح يعني الممتيل القانوني دي للشركة يعني تحطط نهار الخميس غزاقت وموستين نهار الخميس يعني الجمعة والسبت ايام عطلة اثنين ثلاثة لاربع الخميس والجمعة الاخر تصنطولي يعني مين بأسبوع يعني رقم قياسي جدا احنا الشيكايدين نحطناه مع الفرقة الوطنية عند وكيل مالك في اقادير 2019 لحد الان ارى مازال في البحث عندك عتاني ميتين وواحد وسبعين الشيكايدين للشركة للحاجة يتهمونها وبالاختلاسات والصريقة الى غيرها تحت رقم ميتين وواحد وسبعين وثلاثة سفر واحد الى 2019 لحد الان ما ادار فيها والو انا الميل فانا الشيكايدين الوليدة ديالي قال اسبوع الفرقة الوطنية بدتك تحقق علاش بدتك تحقق الفرقة الوطنية عشان العلاقة ديال مع المحامي طبيح اللي كي نبع الادارة العامة العام الوطني ومن هذا المنبر انا اصلا كنوجه واحد نيداء مباشر الى السيد الحموشي وسيد رئيس النيابة العامة في الصفتين دياله طبعا لان هذا الشيكايدين مهم ولهم فيهم المسؤولية ايضا بان الميلف الوليدة ديالي اول تصرح فهذا الشيكايد تصنطولي نهار الجمعة نهار واحد وعشرين ستا 2019 الجمعة هذا الجمعة هذا السبت هذا الحد هذا ثلاث لا ربع لا ربع لا ربع عودوا تصنطولي عودوا تصنطول النفط الممتيل القانوني كل شي تبدل يعني في ذلك الربعية الأولى تحسب من الميلف ديال الوليدة ديالي وهذا الشي يمكنكم تأكد منه من خلال محاضر الرسمية ديال الطابطة القضائية سترى كيف تغيير نهار واحد وعشرين تطرح تقريبا ثلاثين سؤال اللي هي اسئلة مهنية تقنية بشي يجيبوا الورق من بعد ما بقاوش يهدروا على ذلك الورق محاضر كان محاضر ديال المشتكي ماشي ديالوق ماشي هو اللي يكاتبهم كاتبينهم له وكان اللي ممسنيش وكان ماشي ندخل بزا في الديطايل لانها كان احتفظ بهم لانها نصفتهم السيد الحموش وممكن اجرى حتى خبرة على ذلك الوطائق وش مسنيين وممسنيين وش كل يكاتبهم وش اللي ممكاتبهم وش الى الاخيرة وماشي غير محضر واحد كان كتر من نستدير المحاضر اللي ممسنيين يعني مقدين كان تناقضات في الأقوال كان تناقضات في المعطيات الرقمية المضمنة بهادوك نحن نحسبوه معاوك نحسبوه المحاضر كلمة بكلمة سطر بسطر عبارة بعبارة رقم برقم كل شي حسبناه لدراجات انا شا نقول لكم يعني جميع الوطائق اللي انا كنخرج مثلا كان صفتهم الوحدة معالجة المعطيات ولكن صفتهم لك السيل حموشي ولكن صفتهم سلمانصوري ولكن صفتهم ديوان الملاكي ولكن صفتهم صاحب الجلالة ولكن صفتهم رئيسة النيابة العامة كل شي تلك الوطائق كانوا بحوزة الفرقة الوطنية الأغلبية ديوان وما دكراروش بهم وبالعكس في المحاضر المنجز اللي هو المسترار رقم 67 المنجز في تاريخ سعود وعشرين جوش الفين وعشرين تم بطر بزاف ديال المعطيات بزاف ديال المعلومات ولا لم تتم الإشارة لأي وطيقها من دوك الوطائق وتم تظهر ديال المحاضر وتم الناس بمجموعة ديال العقود التوتيقية ديال الموتق 100 الوحل الموتق مسكين حي مش ضحاو بيه ما داروش تشي خبرة ما عطوا على تشي مدقيق حسابات ما تجيبوه ورقاباك يعني تفاهموا معاهم تفاهموا معاهم فدك الضرف بين 21 وبين اكزاكتومون 25 ما فيش تتم الاتفاق كين محاميين كين محاميين عنا لزود جو ديال المحاميين ديال الإدارة العامة الأمن الوطنية مش تسمعوه مش كيديرو وكيفش كيديرو كيفش كيتتفق مع بعضياتهم عن فصل العناصر لأخيره هذا شي غادي ندليو بيه في الوقت المناسب ونصفتوه قاربا إن شاء الله لجهات الأمنية بشي تطالعوه نحن ديجا كارسلهم بشكل متواصل من 2020 يعني ما كارسلو شغير النيابة العامة أو للمجلس على السلطة القضائية أو لها ذلك الرسلو بنجموعة ديال الجهات احنا عددنا من المتداخنين في الملفات ديالنا كان عرضوا اليوم الوطائق أحدث ديال الجلسات جلسة بجلسة الأحدث اللي هي موتقى في محاضر الجلسة الرسمية الأحكام القضائية اللي أولاد كتصدر من عدمت فيها الاستقالية ديال القضاء يعني موقعش كالتعامل القاضي كالتعامل مع جميع المواطنين على قدم المساوات بالعكس كميز بين هذا وبعده يعني ذلك واجب تجرد ما فيهش الاستقلالية ديال القضاء ما كهينيش محاضر ديال طابط القضائية ديال الفرقة الوطنية الشرطة القضائية بالطلبيضاء محاضر رقم سبعة وستين وليذكروا سيدة اللي تناولوا وخدوا كمراجع جميل أحكام القضاء قرارات القضائية واحتقار القاضي تحقيق المتابعة الوليدة ديالي في حد الاعتقال يقول لي كي يقال حسب المحاضر رقم سبعة وستين فإن فلان ابن فلان فاعل اقتصادي والذي هي اتقادية المسؤولين الحكوميين والمسؤولين وفينا واجب تجرد فينا الميانية فينا بزرد الأمر واشي مواتق في الاحكام القضائية اللي قرأت عليكم 1815-2041-1375 واشي كانوا مواتق مواتق في الاحكام القضائية وما بقيناش كان هضرو على عدم قانونية هذه الاحكام القضائية بقدر ما كان هضرو على عدم دستوريتها علاش لأننا نحن سواسي أمام القانون والاحكام القضائية لا يجب أن تصدر إلا على أساس الطبيق السليم للقانون والمساوات لما أننا لمساوات لا تطبيق السليم للقانون الفصل 187 مترش متعرضوش الوطائق محاضر جرد لاخدناهم السيد الرئيس النيابة العامة من عن السيد الوكيد الأمني الملك بمحكمة الاستئنافة بأقادير على الملف علاقة بنفس الشكاية والملف المعروض 396-26 سفر السعود إلى 2020 لا توجد فيه أي وثيقة حسابية للشركات ولا توجد فيه الشكات وأنتم اعتقلتم الوليدة ديالي على أسس الشكات وأنا نطلب منكم السيد الرئيس النيابة العامة والوكيد العامة هذا محكمة النقد وأنا نطلب منكم كتابيا مش تعطونا الشكات وإنما أعطونا الشكات سأتوجد شكاية ضدكم الرئيس المباشر ديركم في ظل غياب أي نص قانوني مؤطر لكيفية تشكي بكم سيد الرئيس المنهد لأنكم مش فوق القانون تمام بعينين الظاهر شريف أنا منتخبتكم مش أنا كمواطن ولكن جميع المواطن الشعب المغربي سيد رئيس الدولة والملك البلاد اللي ينصره والي يفوض لكم هاد هاد الاختصاص دياله باش الحماية دي الحقوق ديالنا والحرص عليها هذا شي ما ما تأكد شحنا متضررين من أفعال ديالكم متضررين من القرارات ديالكم متضررين من عدم تطبيق القانون في شكاية ديالنا تشي شكاية متحركات قانون ما تطبقش للقضاء الجليس للقضاء الواقي فاتشو كان هادرنا غير على واحد الميلف فلسطينة في باقي ما ديالش كان هادر على الميلفات ديال الابتدائية الهاول ديال ما يوجد في الميلفات ديال الابتدائية جميع الطلبة ديالنا كانت ترفضوا من طرف النيابة العامة داخل الجلسة يعني وصل الجلسة كان قلوه ما ديم الزور طعم بي الزور كيقولنا لا كان سفتول السيدة رئيس نيابة العامة ولوكي العامة لذا محكمة النقض كان ديروا لنا الزور الأصلي هو ما كيتحركش قانون ما كيتطبقش كان طمطيت كان طماطول كان نيابة العامة بأقادير وهذاك لا تقفوا على نفس المسافة كان شوية حد ما بغاش قانون يتطبق سواء في نيابة العامة سواء في المجلس على السلطة القضاء يعني مجموعة ديال المعطيات لقدر الفعال صاحب جلال والجهد الأمن نياب ورود مجموعة ديال الأسماء ولا علاقات ديالها كيما راكم شتشوا سيد رئيس المنتدب ولا سيد رئيس نيابة العامة لكن وجود لوائح وشان قول لكم أنا كانت وجه مرة أخرى أنا اتقادية أنا مواطن وأحد أفراد الشعب المغربي عندي اتقادة كاملة في مؤسسة وأنا أنا أتعامل مع المؤسسة ولا أتعامل مع الأشخاص ونحن في دولة الحق والقانون كما قال صاحب الجلالة هذا البلاد رأي في طور بناء دولة الحق والقانون وهذا الحق والقانون أنا أؤمن بأن الحق ديالنا سنشدده ونأمل بأننا سنشدده هنا في المغرب لأن العدلة كانت العدلة الإلهية عفش كانت العدلة ديال البشر نحن ننطيق في العدلة إلهية وننطيق في عدلة محمد السادس الملك محمد السادس نصره الله وننطيق في العدلة المغربية ونحن نطلبو ده بحاليا لعادلة المغربية والعادلة لصاحب جلال محمد السادس لأن كل ناطقه بأنه لا يمكن محمد السادس ملك البلاد يسمع هذا الشيء ولا يعرف هذا الشيء وما غاديش يدير ولوه هذا الشيء اللي اتعرضنا ليه رأي خطير جدا تعذيب الزوار تحريف الانحياز ممالئة تضمط لنا جميع حقوق دينا وهذا الشي موطق هذا الشي موطق محاضر رسمية كل الشي محاضر رسمية هذا أنا ما كان بغيش نقول بزدف دي الأمور ولا نوري بزدف دي الأمور احثرها من مجموعة دي المؤسسات على رأسها مؤسسة الأمنية على رأسها المؤسسة دي النيابة العامة على رأسها يمنع نعرض عليكم الوطاق يقرأ هذا شيء سدخي غاف هذه التنقوضات قاتلة هذا شيء ما نتكوره ما كان هناك لسينيات يورو ما كان هناك المدح والتملوق عبارة المدح والتملوق الممالئ أو تميز بين المواطنين وكأننا لسنا في أنا لا أبخص حكم قضائي ولا أبخص على قصيدة شعرية دي ولا والتي قاوي أخلاق كريمة ومني بديتي الحكم بهذا الشي ولا بديتي الفكرة دي لك بهذا الشي بش غادي تساليه صوروا معي المشاهدين والمسؤولين بأن الحكم 815 صادر بتاريخ سعود 11-2020 ملف جنائي ابتدائي 390-26-09-2020 في الصفحات دياله كان الحكم الاستنافي اللي غادي يصدر على الوليدة دي اللي شرب عشره من بعد يعني الشارياء كانوا يحددوا في الأحكام كيقروا في الأحكام كيتفقوا في الأحكام ما حاضر الضابط القضائي في سعود المليار الحكم خرج بـ 15 مليار من يستود كل الأحكام لا خيب رابلا اعتمادان على الشهود شهود اللي قالوا عند قاضي التحقيق مش هو اللي قال يعني التعليم متناقض المدح دياله الزاف ديال أمور مش هيها ديك أنا رسلتها دياله لصاحب جلاله لأنك يسمح ليها جاوزتنا دب المؤسسات له دياله مش هي تخصص ديركم إن الدستور حماد ديال الدستور الفصل 242 ديال المملكة في صلاحية صاحب جلاله وأصلا صلاحية 107 استقلالية القضاء من صاحب الجلاله رسلته كمواطن لديوان دياله وخصني إجابة لأن الشي قانوني هو الرئيس المباشر ديالكم وكان يقول لهم نرى الأحكام القضائية ربعة الأحكام القضائية زائد قرار قاضي التحقيق زائد المحضر رقم 67 ديال الفرقة الوطنية دي كاملة وطائقة رسمية وأنا هام مغل وطائق مع بعضية ومكيهدر ومكيهدرش أنا ونأمل بأننا سيطبق القانون كلنا تقارب الحمد لله في صاحب جلاله أولا قبل لكم بشي لأنه رمز الدولة والأمة هو البلاد ولنا وهو وحده لنا لنا الولاء مشي الحاج وثيقتنا في المؤسسات وثيقتنا في رجالات المغرب الأوفية حومات القضاء حومات القانون ويراجعوا الميلفة ديالنا ويطبقوا القانون رأي الوليدة دي السيدة موسينا بقاتلها واحد شهرين شهر مان باشهر ودر سبعة وستين سانة فوقها كورسي متحرك وتكرفسوا عليها مشي ببغضم تكرفسوا عليها شي منتسبين هذه المؤسسات ضدنا على الخطابات وضدنا على هاتك ديال المالك وإن شاء الله بإذن إن الله يحب المؤمن القوي وإحنا حقنا ونأخذ وغنأخذها وأشهديكين شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا